فيه نسبة فقد بسيطة من الشعر المزروع ممكن تحصل ولكن غالبية الحالات الكمية او غالبية العدد بتاع الشعر ما بيقعش الا اذا لو كان فيه مشكلة مرضية مزمنة ظهرت على الشخص او انه هو عنده عامل وراسي في الجينات بتاعته كان لازم بعد الزراع يمشي على منوكسيديل وبالتالي هو عنده فرصة ان الشعر المزروع يبدأ يضعف ويتساقط الحقيقة في حالات قليلة ولكن هنا ييجي دور الدكتور اللي بيزرع اللي المفروض يكون جراح تجميل فاهم كويس قوي الحالة المرضية المختلفة من حالة اخرى مين اللي محتاج منوكسيديل مين اللي مش محتاج مين اللي بعد الست شهور من جلسات البلازمة ممكن يمشي على علاج ونرجع تاني نعمل الجلسات يعني المتابعة الجيدة واختيار الجراح اللي فاهم كل حالة على حدة هو ده اللي يقلل فرصة ان الشعر المزروع ممكن يعتمي اشتركوا في القناة